دمار واسع ومئات الضحايا بين قتيل وجريح حصيلة فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق في أفغانستان تقول السلطات المحلية بأن أكثر الأضرار وقعت شرق البلاد وفي مناطق واسعة في الجنوب والوسط كل شيء فقدناه في الفيضانات الأخيرة المياه غمرت بيوتنا كنا نتحرك فوق سخف البيت من منزل إلى آخر بحثا عن النجاة والفيضانات تلفت كل ما نملكه من الغذاء والمواشي عشرات القرى والأحياء تعرضت جميعها إلى التدمير الكامل وبقي آلاف السكان محاصرين وسط سيول غير مسبوقة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات أيضا الضحايا البشرية جراء الفيضانات بلغت أكثر من 180 قتيلا بينهم نساء وأطفال وكبار في السند كما أصيب مئات آخرون ويتلقون حاليا لمساعدات الطبية الأولية في المستشفيات السلطات الأفغانية تقول إن الفيضانات طالت أكثر من ربع مساحة البلاد وأدت إلى إتلاف أكثر من 800 ألف هكتار من الأراضي والمحاصيل الزراعية ودمرت حتى الآن 3000 منزل بشكل كامل ونفوق الآلاف المواشي الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الإنسانية في كابل وتقول وزارة الدفاع في حكومة طالبان إن قواتها الجوية تنفذ حملة إنقاذ واسعة لإجلاء العالقين في المناطق المتضررة تم تنفيذ أكثر من 200 طلعة إنقاذا جوية بواسطة المروحيات التي نملكها لإنقاذ العالقين في مناطق السيول وتم إنقاذ أكثر من 3000 شخص حتى الآن نقوم بمهمة الإنقاذ هذه لإيصال المصابين إلى المستشفيات وحسب تقارير أولية فإن الفيضانات غير المسبوقة والناتجة عن الأمطار الموسمية الكثيفة أجبرت الآلاف من الأفغاني إلى ترك مناطقهم والاحتماء في مناطق مفتوحة في ظل عدم وجود مخيمات إيواء خاصة بالمشردين ووجهت السلطات المحلية نداء إلى المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية الخاصة بالمشاركة في عمليات دعم ضحايا الفيضانات من خلال توفير المساعدات الأولية اللازمة صفة الله صافي الحر